نجي لمبرهنات اخرى كذلك نجي ناخذ هنعرفها مبرهنات يقول انه هاي المبرهنة اللي عندي نجي للقانونين او المبرهنتين الاخيرات اذني ما راح نبرهنين جدا مبرهنين بسيط انه نقول انه اذا الاي كانت تقاطع الفاي ش راح يساوي لي طبعا راح يساوي لي فاي هاي المبرهنة الاولى المبرهنة الثانية ش تقول انه الاي تقاطع المجموعة الشاملة يونيفيرسل سيت راح يساوي لي نقدر نبرهن هاي شنقل لهنا بما انه اي تقاطع من اللي اخدنا نقدر نفرض هنا ينتمي اكس لهاي المجموعة انثبت ينتمي لهاي المجموع بما انه اكس ينتمي لهاي المجموع اذا اكس ينتمي المن ينتمي للاي واكس ينتمي للفاي واضحة الفكرة زيني شلون اكس ينتمي للفاي هي مجموعة خالية ما يصير نقول كل الدعاء عليها صحيح اذا اش راح تكون عندي نتيجة فائلة لانه دائما نقلنا اتحاد مجموعتين يساوي للمجموعة الاخص اتحاد مجموعتين يساوي المجموعة اخص حسب برهنة اللي عندي اثنين واربعة اللي احنا اخذناها انه اذا كان الاي تقاطع البي كون جزء مني من المجموعة الاساسي جد او شنين وشنقدر نقول يعني انا اقل لك شنقدر مو اخذنا مجموعة انه احنا شنقول نقول انه اذا كان جزء مني من البي فانه اي تقاطع البي اش راح أين اين يكان القيارư الوصول الى اي في الأجل إلى مجموع الم escrامة الروح الم 둘 ثانيا بما انه اي طبعا جزء من المجموع الشامل تخبر كل المجموعات استدقائن عنيساو الدي او اي و انتهى الاذ يادر المنت falando حسن يتجه علم القانون جدا مهم يسمى قانون التوزيع ليسمونه Distributive Law شن يقول قانون التوزيع شنو نص قانون التوزيع نقول لي يكون عندي ثلاث مجموعات A و B و C ثلاث مجموعات معرفة تحتوي على ناصر او لا تحتوي مشكلة من مضوعة نقل إذا كان A تقاطع باتحاد C باوعلي ش راح يكون هذا خلنا نسويه شلون نجمع الضرب كذكر احنا من ناخد مثل قوس نقول X زائد Y وهنا مثل ضربين مثلا بZ فش راح نقول شون يتوزع نقول ZX زائد ZY بما أنه هذا القانون شبه من الشكل فقط من الشكل سمية قانون التوزيع لأنه خلنا نقول لغرض التذكير مو لغرض يعوية منطقيا موهج القضية المنطقيا موهج شيء أأكد منطقيا موهج شيء مدحجية قدام الأستاذ أنا ما مسؤول عنها لكن لغرض التذكير أنه الأولى تتوزع A التقاطع يتوزع على الأول وعلى الثاني يعني راح يكون عندي A تقاطع B اتحاد ينزل A تقاطع من تقاطع C هذا قانون التوزيع وكذلك إذا قال لأي اتحاد B تقاطع C ش راح يكون عندي هنا الاتحاد أيضا يتوزع إذن راح يكون عندي أنه راح يكون عندي A اتحاد B تقاطع ينزل A اتحاد C هذا يسمى بقانون التوزيع وهس نجي نبرهن القانون الأول إن شاء الله ونبرهن القانون الثاني لأنه جدا مهمات أو أنا ش راح أبرهن لك راح أبرهن لك أنه راح أبرهن لك القانون الثاني باعتبر هما بالكتاب شو مبرهنين حتى أساعدك بالكتاب مبرهنين الأي أنا راح أبرهن لك البي حتى يكون عندك الحلول مكتملة عندك إن شاء الله راح يكون عندي هسا راح يكون عندي أريد أثبت أنه هاي الجهة تساوي هاي الجهة إذن أثبت الجزئية هاي جزئية من هاي وأثبت هاي جزئية من هاي أقلالت X المن ينتمي X ينتمي لل A اتحاد ال B تقاطع السي بما أنه X تنتمي للاتحاد إيش راح أحصل ركز ويا راح أحصل أنه X تنتمي لل A أو X المن تنتمي لل B تقاطع السي جيدا نجي نفتح هاي جهة نقل لها ما عندي مشكلة X تنتمي لل A ننزلها الأو ننزلها هنا راح يصير عندي قوسين شين القوسين؟ سيصير عندي X تنتمي لل B و X المن تنتمي تنتمي لل C فاضح الفكرة X تنتمي المن لل C إذن هاي الأو تتوزع بدون أي مشكلة هاي الأمور المنطقية مثل ما تعرفنا بالعبارات المنطقية أنه هاي العبارة أقدر أوزحها على الأولى وأقدر أوزحها علي من على الثانية بش راح تنتج لي راح تنتج لي X تنتمي لل A أو X المن تنتمي لل B آه ينسدها ونثبت التقاطع وال X تنتمي المن لل A أو X المن تنتمي لل C إذن إش راح يصير هسا عندي هنا؟ راح يصير عندي أنه أو X تنتمي لل A تنتمي لل A إتحاد و هنا و X لمن تنتمي لل A إتحاد السي إذن هاي عندي هنا و باوع لي هنا سويت هنا سويت اتحاد ليش لي عن أو هنا عندي أو صار اتحاد هنا عندي أو صار اتحاد هسه صارت عندي X تنتمي للاي اتحاد البي و X تنتمي للاي اتحاد السي العنصر ينتمي للمجموعتين إذن إيش راح يصير عندي X المن ينتمي للاتحاد أي اتحاد العفو للتقاطع يعني العنصر ينتمي لهذه المجموعة و عنصر ينتمي لهذه المجموعة إذن إيش راح يصير عند العنصر ينتمي للمجموعة الأولى تقاطع المجموعة الثانية هاي المجموعة أولى وهاي المجموعة الثانية إذن حصلت أنه إذا كان الأكس ينتمي لهذا الطرف حصلت أنه الأكس ينتمي المل للطرف الثاني إذن شنو اللي حصلتها حصلتها أنه الأي اتحاد حصلت أنه الأي اتحاد البي تقاطع السي جزء منين جزء من الاي اتحاد البي تقاطع الاي اتحاد السي جيد هاي قضية الاولى او جهة الاولى نجي المال لجهة الثانية الريتشي البرهن سجليمك راح امسحها حتى ما احتاج انقل قانون مرة ثانية ميش راح يكون عندي هنا اريد ابرهن هاي الجهة جزءية منين من هاي جهة نقل لك ذلك لات اكس ان من تنتمي اكس تنتمي للاي اتحاد البي تقاطع الاي اتحاد السي من التقاطع اش راح اقلي اذا انت جايد قلي اذا كان فينه اذا انت جايد قلي جايد قلي اكس ينتمي للاي اتحاد البي و اكس ينتمي للاي اتحاد السي إذن X ينتمي إلى هذا أو هذا هذا X ينتمي الاتحاد وهذا X ينتمي الاتحاد إذن إيش راح نقل لها راح نقل لها أنه وراح نقل لها أنه وراح نقل لها أنه وراح نقل لها أنها وراح نقل لها أنها هسه بهاي العبارة راح نرجحها لأصلها رجحها لأصلها يقلها بالحقيقة احنا عملية الواء او عملية الواء مقسمينها على الاول وعلى الثاني راح شنسوي رجحها لأصلها شراح نقلها راح نقلها راح نقلها برح يصير اكس ينتمي المن للأي واضحة الفكرة شراح يصير عندي هسه اكس ينتمي للأي او شراح يصير عندي هنا اكس ينتمي للبي والواء تنزل على حطة تالية لانو راح استخرج هذا وش استخرج استخرج هذا ارجع على الاصلة شبقى عندي اكس ينتمي للبي و اكس ينتمي شنوان اكس ينتمي المن للسي فشراح يصير عندي راح يصير عندي اكس ينتمي للأي او اكس ينتمي هنا اكس ينتمي للبي تقاطع السي اذن شراح يصير عندي عندي راح يصير عندي أكس ينتمي اللي 말이 اتحادhm بأعتبار الاكس هنا تنتمي لها المجموعة وهنا عندي الاكس تنتمي لها المجموعة وبينات هنا او فراح يصير عندي اكس تنتمي لاتحاد هذه المجموعة مع من؟ مع هذه المجموعة B تقاطع شنو Live треть ب Euh إذن من هذه المبارهن اش حصلت حصلت انه اذا كانت عندي الآي حصلت مش راح تكون من عندي Trick Row اتحاد السي هاي اتحاد البي تقاطع السي ومن تكون هاي جزئية من هاي اذا اتحاد البي تقاطع السي شي ساوي لي اي اتحاد البي تقاطع اي اتحاد السي هاي كملت عندي برهنة قانون التوزيع قانون التوزيع جدا مهم هاي حليت لك الطرف اللي هو ما محلول والطرف الاخير او الطرف الاخر او الطرف الاول اللي هو محلول موجود عندك بمن موجود عندك بالكتاب